وصلت وزارة الصناعة وتجارة وسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمشآت التجارية استمراراً للجهود المبدولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة حيث تم تفتيش أربعين محلاً ومنشآتاً تجارية في مختلف محافظات المملكة وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد أربعين وعشرين مخالفة إلى جنب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة ما يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر